ترفع فرنسا مستوى اليقظة إلى الدرجة البرتقالية الثانية في 33 مقاطعة نتيجة استمرار ارتفاع درجات الحرارة حيث تعيش منذ أيام موجة حر شديد فاقت نهاية الأسبوع الأربعين درجة في بعض المدن الداخلية كمدينة فيجي وتعدت الثمانية والثلاثين بالعاصمة باريس وضواحيها الحرارة لا تزال مرتفعة جدا في هذه الدوائر ولكنها تنخفض شيئا فشيئا لم تعد الحرارة تتعدى الثمانية والثلاثين فهي تتراوح بين خمسة وثلاثين وسبعة وثلاثين وحسب مصلحة الأرصاد الجوية فمن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا ملموسا ابتداء من الغد حيث ينتظر تسجيل 29 درجة بالعاصمة باريس والتي رغم حرارتها المرتفعة إلا أنها لا تزال تغري آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم